حوارنا اليوم من الستوديو ومعنا ضيوفنا الأستاذ في الجيو السياسة العميد المتقاعد خليل الحلو وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ورئيس قسم الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية اللبنانية اليو دكتور عماد سلامي إذن اليوم نقاش حيكون عسكري وديبلوماسي إذا بدنا نقول لأنه حتى بالسياسة الداخلية يبدو أنه عم بيجربوا عم بيحاولوا ولكن توليت مثل ما بيقولوا كان لازم يمكن قبل كل ما يجري يقعدوا ويجربوا حتى مع هيك عم يقعدوا وما بدون يجربوا يعني بعد حدا بيدلع هون حدا هون بيقول ما بدي حدا كارثة يعني بالفعل الوضع السياسي اللبناني لذلك سنتطرق أكثر إلى الميدان بداية لأنه يبدو حدث العميد أنت حتقدنا أكثر أنه الميدان هو الذي سيحدد الدبلوماسية اللي حتحكينا عنه أكثر أستاذ عماد نبدأ معك حدث العميد عم نشوف أنه الإعلام الإسرائيلي تحدث منذ أقل من ساعة قال هناك حادث خطر في الشمال ومن بعده صار حديث عن أنه الإسعافات عم تجربة تطلع الفرق الإسعاف تحاول أن تنقذ قتلة تنقذ جرحة عفوا وتسحب قتلة من من لبنان حزب الله أصدر بيان منذ بعض الوقت تحدث فيه بالفعل عن أنه عقوة ناسفة كانت قد استهدفت اللواء قولاني خبرنا أكثر عن هذا اللواء وعما يجري في الجنوب كنت عم تحكينا تحت له وعم تقولنا هني عم بلش يفوته على الجنوب صحيح يعني اللي عم بيصير اليوم كان منتظر يعني المرئبين يلي عم بيتيبعوا الوضع بشكل مزبوط مش عم بيحكي عن حالي عم بيحكي أنا عم بيقرأ عنه أنه حزب الله سلاح الأساسي تبعه بمنطقة الجنوب هي الأنفاق الأنفاق الاستراتيجية العميئة يلي الطيران ما فيها مماشي ومداخل الأنفاق يلي ما زالت مموها يلي ما قدرت إسرائيل تكشفها وبالتالي هيدا بيدل أنه حزب الله عنده إمكانيات يعمل كمين مثل مصار بالأيام السابقة ويزرع عبوات ناس في خارقة للدروع أو ضد الأشخاص أو أنه يستعمل أسلحة مضادة للإليات عنده إياها واستعملها بالداخل الإسرائيلي استعملها من عندنا على إسرائيل مئات المرات خلال الأشهر السابقة وهذه الصواريخ المضادة للإليات يلي هي بحوسته ويلي هي صواريخ كورنت روسية خمسة كيلومتر تجيب صواريخ ذات مفعول مزدوج يعني الدرع الدبابة اللي عندها درع مزدوج ودرع متفاعل مع القزائف هيك نوع الصواريخ بيقدر يخرقها يعني هيدا الأربجي العادية ما بتخرقها ولكن الصواريخ اللي مع الحزب بيخرقوها هيدا شبيهها تماما بصواريخ الجبلن يلي استعملون الأوكراني ضد الروس ما تطورت المدرعات الإسرائيلية لحتى أنه حتى لكورنت مددر تخرقها لأنه ما ما شوف التطور العجيب بلا ملا تطور يتطور 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 يتطلق هلأ بنحكي عنا بس هلأ نكمل على حزب الله عنده هل هل إذا بدك هايدي البلان أوفاكشن طبعه المقدر وبعتقد ما عنده خيارات غير هيك يعني استعمال الصواريخ من بعيد لعرقة اللي تلوية الإسرائيلية أو لإنزال خسائر فيها والقيام بيستفيد من الأنفال للقيام بلي التالي كأنه بالنسبة للتدريع المزدوج لدبابات الميركافة الجيل الرابع تفادياً لها الصواريخ الدبابة فيها سيستم اسمه تروفي يعني النشان هذا السيستم كناية عن رادار سريع جداً بيقدر يكشوف أي صاروخ طالع على الدبابة وبس يشوف صاروخ جاي عليها للدبابة بيطلع صواريخ صغير من عنده بيضرب الصاروخ قبل ما يوصل على الدبابة هذا اسمه تروفي سيستم تعمل شركة الالبيت الإسرائيلية وهذا بيعين منه الإسرائيلية للأمريكان ولعدة جيوش غربية فهيدي من الناهة التقنية هلأ اللي عم بيصير اليوم يعني الخشير اللي عم تتعرض لإسرائيل مش مستغربة والإيذاء القتالي لحزب الله خلافاً لما كان متوقعاً بالفترة السابقة يعني بخلال 15 يوم اللي مرأ ونكسي ورا نكسي وضربة وضربة كانت كان متوقع أنه إرادة القتال أنه تخف ولكن تبين هلأ أنه لأ اللي كانوا عم بيقولوا أنه نحن ناطرينون بس يجوا رح نعمل لازم الأرجح أنه هالشي هيدا رح يستمر ورح يطول ولكن بالمقابل يعني اللي عم نشوفه على بعض المواقع مواقع التحليل الأجنبية يعني بالسطين إزرائيل منشوف أنه في بعض النقاط على الحدود اللي واقع بين كفر كلا وبين مارون الراس في أمكاني صار فيها تواغلات إسرائيلية محدودة جدا وهذا مش فاناته أنه تواغل دائم يعني يمكن فاتوا وضهروا هلأ لحديث هلأ مش واضح شو بدون يعملون تقول فاتوا وضهروا ولكن في صورة نقلت وحتى يبدو أن الإسرائيلي عم بيحكي عنا عن المركافة اللي بقيت بإحدى الضياء على الحدود بكفر كلا على ما أعتقد بكفر كلا بالفعل تركوا فل يعني ليه تركت عم نشوفها للصورة أمامنا إذن هذه المركافة اللي بكفر كلا هذه لا هنس مركافة هذه ممي وطلطة أو يعني حالي نقول مليلي إذا كانت حتى تكون مليلي حتى تكون معناة تمعطلي أو منصابي إذا تركوا وفلوا يعني وصلوا وقدروا يوصلوا على قلب الضيعة ما هي الضيعة هاي اللي عم تحكي عنها فركلها هي بلزق لحدود ضغري يعني على بعض أمتار يعني كأنه هون فيتين مثلا شي ميت متر فينا نقول ما بقدر أدل من هون ولكن الضيعة على الحدود فيها هيك مشاهد يعني ضغري على متاخمة يعني بيسمعوا بعضهم كنا نطلع أكيد ونغطي وكنا نشوف أدهي قريب بقى هالشي هيدا هالخسائر اللي عم تتعرض لإسرائيل بهالعمليات هاي دي ما معناتها أنه هالعملية لح توقف يعني الخسائر شي منتظر وما لازم واحد ياخد مقياس بحدث تكتي تأذت في إسرائيل وسقط لإطلاق وإلى ما هون لينك أنه هاي رح توقف العملية العملية بعد لها ما تكشفت أبعيدها بالشكل الصحيح هل هي عملية إعادة احتلال لجنوب الليطاني هال هي إقامة شريط حدودي صغير جدا يعني مثل غزة غزة كيلومتر عرضه بس للإنطلاق منه لعمليات بالداخل والعودة مثل ما بيعملوا بغزة تمام بغزة ياخدين شريط حدودي عمقوا كيلومتر واحد بفوتوا على منطق بيعملوا عملياتهم وبفلوا يعني مثلا حيز زيتون بغزة تكون واضح باللي عم قولوا صاروا فيتين عليه ست مرات بفوتوا بيظهروا الآن مدة الدخول والياب تكون يومين ثلاثة أربعة أسبوعين ثلاثة حجم القوة اللي بتفوت ممكن تبلش بسرية ميت واحد توصل للواء ألفين تلتراف واحد وبالآخر بيرجعوا بفلو يعني هاي دي عم بيعملوها للا يتفادوا خسائر ولا حتى يخلوا الوضع بالمناطق هاي دي اندر براشر وخاصة انه في مدنيين يعني بغزة الآن بجنوب لبنان عدد المدنيين نزل كتير بس برجع بإليك ما في بعد يعني ما في ما تكشف بعد النواية الحقيقية ولا هني عبيع لنوعنا ولكن من المؤكد العمل البري الإسرائيلي بالبنان أكيد بلش إذن دكتور سلامي عم بيقول العميد أنه ممكن بدون يحتلوا ربما بدون يوصلوا للليطاني أين أمريكا من كل هذا هل فعلا أمريكا ستقبل أنه إسرائيل هلقات تفوت وتتوغل وحتى تحتل وحتى أنه تعمل شريط يعني في هذه المنطقة ولا لا بدل حالة ديبلوماسي مع إيران خاصة أنه عم نسمع الأمريكيين عم بيقولوا دروب ولكن ما توسع وغيرها مثل عم يتدلع هناك دلع أمريكي في المنطقة أكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مثل ما كله بيعرف في ظل انتخابات وهذه الانتخابات تلقي بظلة على توجه السياسي وخاصة بعلاءة الحكم أو أو النظام الحاكم بأمريكا بالدولة الإسرائيلية الواضح اليوم أنه بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى نوع من الاتفاق أو وقف اطلاق النار في غزة هي اليوم تدعم كليا إسرائيل في حربة ضد حزب الله الصراع مع الفلسطينيين كان ماخد شكل إنساني يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية عم تجرب تفوت على هذا الموضوع من باب الحماية المدنيين وكان هناك ضغط شعبي داخلي لأنه تعاطف مع الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية كما رأينا من مظاهرات شبابية وإلى ما هنالك يعني إلا وزخم الموضوع الفلسطيني أما موضوع حزب الله فما عنده هذا الدعم خاصة إن كان بالإدارة الأمريكية ولا إن كان على السعيد الشعبي كانت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا يعني تدعم الحلول السلمية لما تجي يكون في مشكل مع لبنان خاصة لما كان عندنا حكومات متعاطفة إلى حد ما مع الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت حكومات الحريرية أو كانت حكومات السانيورة كان دائما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل على الخط كان عنده حلفاء عنده لبنان كان غطاء عربي ودولي أما اليوم حتى من وقت 2016 لليوم منذ انتخاب الرئيس عون أصبح لبنان تقريبا مكشوف عالميا ودوليا وأصبح من الصعب حتى على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع بحلول من شأن أن توقف الحرب خاصة إذا كانت هذه الحرب ضد حزب الله وإذا كانت يعني عم تأتي بهذه النتائج اللي عم تشوفها يعني النتائج مهمة استطاعت إسرائيل خرق أمن حزب الله تصفيد قياداته الأساسية والأولية أحدثت زلزال مش بس بحزب الله من خلال يعني استشهاد سيد حسن نصر الله هذا زلزال من الصعب جدا مش بس حزب الله أنه يطلع منه من الصعب أنه تطلع منه إيران الممانعة السيد نصر الله كان رمز ضخم وكبير يوازي الإمام الخميني بتأثيره على الشارع إن كان الشارع اللبناني ولا الشارع العربي قاد الحرس السوري إن كان في المنطقة ولا من خلال دوره كحزب الله إلى انتصارات مختلفة انتصاره في الجنوب انتصاره في سوريا دعمه للحوسيين يعني كان دوره إقليمي ضخم فلذلك اليوم ترى أولا إسرائيل أنها عندها فرصة ذهبية بعد انكشاف حزب الله أمنيا وأيضا انكشاف لبنان سياسيا يعني ما عنده هذا الدعم ولا تتقل حتى تتقل فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما في شيء بإلا أنه لازم توقفي إسرائيل لا أنت عم تكسب معركة بين الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج مهمة ونتائجها مش بس على السعيد اللبناني لأنه ضرب أول شيء استشهاد السيد نصر الله ومن ثم ضرب حزب الله له ارتدادات هذه الارتدادات مش بس على الداخل اللبناني أكيد داخل اللبناني الارتدادات رح تكون ضخمة لأنه نحن بلاشنا نفكر بمعادلات سياسية مختلفة جدا إذا في حال فعلا حزب الله لم يعد باللاعب الأساسي في السياسة يعني كاننا أول شيء عم من واجه يعني استراتيجية إيرانية أنه اللعب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من خلال أزرعها حزب الله الحوسيين حش الشعبي إلى ما هنالك ولكن هذه الأزرع اليوم إذا في حال تقطعت كما يعني يدفع الإسرائيلي ومن وراء الأمريكي وحتى الأوروبي اليوم يعني حتى فرنسا اليوم ينسبها هذا الوضع ينسبها هذا الوضع ينسبها هذا الوضع في قوات بالمنطقة فإذا قطعت هذه الأزرع ماذا بقي من الحرس السوري ماذا بقي من أفايلة القدس ماذا بقي من ولاية الفقيه يعني نحن دخلنا من خلال هذه الأزرع وتقطيعها كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى العمق الإيراني يعني اليوم هذا التقطيع سيؤثر داخليا على إيران وسيزيد الشرخ ما بين الحرس السوري وعلى رأسه منظومة ولاية الفقير والسيد الخامنئي والدولة والدولة الإيرانية التي زعمها الرئيس الإصلاحي الذي أتى ب16 مليون صوت وهو لل16 مليون صوت بشكل ما أو بآخر موجودين بوجه الحرس السوري وهن متناقضين مع الحرس السوري بتوجهاته التي بيعتبروها توجهات غير مدروسة وليس بالضرورة تصب بمصلحة إيران الوطنية والقومية فهذا هو التغيير في المعادلة سألتني أنه ليش الولايات المتحدة الأمريكية ليش بدأت توقفها لإسرائيل؟ ما في شيء بيوقفها حد العميد أذن يعني أمريكا تدعم حزب الله تدعم إسرائيل لا تكمل هذه المهمة على حزب الله؟ هل برأيك هذه العمليات العسكرية ستنجح بالفعل إذا بدنا نقول بإضعاف حزب الله؟ لا بل حتى عم يحكى أكثر من هيك أنه الجناح العسكري لحزب الله ما تقوم به اليوم إسرائيل هو أنه عم تقص لهذا الجناح. هل تستطيع عسكريا أنه تعمل هالشي؟ كل عمل عسكري وقت نحط له الإمكانيات اللازمة لا يوجد شيء مستحيل يعني هناك ثمن بالخسائر البشرية هناك ثمن بالخسائر المدية ونحن نرى هناك ثمن بالداخل الإسرائيلي إذا إسرائيل ما استعدت تدفع الثمن نعم عندها الإمكانيات عندها على حدودنا خمس فرق يعني نحكي عن أربعين خمسين ألف عسكري وهذا عدد يفوق بكثير عدد المقاتلين لحزب الله الموجودين بعدين بدي أذكر شغلي ما بنا نجي نحكي أعداد هون نحن أمام حرب غير متمثلة أسايمتريك وور يعني الإمكانيات اللي عم يستعملها حزب الله هي إمكانيات ما بدي أقول ضئيلة إنما بدي أقول إمكانيات متواضعة قدام إمكانيات الجيش الإسرائيلي إنما فعاليتها توازي الفعالية الإسرائيلية يعني مثلا نرجع من كرر شيء تكرر عدة مرات تهجير شمال إسرائيل صار ببضعة صواريخ ما كان في لزوم دب بيت وطيارات لحتى تنعمل مليون ونص إسرائيلي بالمليجي كانت بعشر صاريخ مش بمتان وثلاثمية وأربعمائة صاروخ حتى بحيفا قالوا مليون نزلوا من صاروخه كان الشيخ نعيم آسم تحدث عنها يعني حتى الجيش الإسرائيلي يعني هذه الحرب غير المتمثلة حزب الله محصن ضمن الأنفاق مثل ما حكينا إسرائيل عندها تفوق جوي ومخابراتي وعندها حريط مناورة على وجه الأرض حزب الله عنده الخبرة الإتالية عنده إيرادة الإتالي عنده معرفة الأرض في كل طرف عنده أفانتاج هلأ ما بننجي نعمل موازين قوة ما بنعمل موازين قوة بهذه الظروف يعني قوة غير نظامية مثل حزب الله وقوة نظامية مثل إسرائيل ما منقرنا تكنولوجيا ومصاري منقرنا المفعول والمفعول واضح حضرتك حكيتي عن الأولايات المتحدة والدكتور كمان حكي شغلي مهمة جدا أنه أميركا ما رح توقف إسرائيل الولايات المتحدة عندها بضعة مصالح كبرى بالمنطقة إسرائيل ما عبدأ فيهم مثلا يعني السيطرة على بعتذر على الكلمة ولكن هي السيطرة على قبار النفط والغاز وحماية الملاحة بالنسبة للنفط والغاز مكافحة الإرهاب القاعدة وداعش وغيره منع الصين وروسيا من الدخول إلى المنطقة عسكريا والحفاظ على التوازنات يعني إيران إيران جزء من التوازنات بالمنطقة إيران تخلق توازن مع تركيا تخلق توازن مع باكستان شو ما كان الحكم بإيران الولايات المتحدة ما بهم الموضوع مش قصة شعور وعواطف لها السبب ما بدوا ولا ناويين بأي شكل من الأشكال يفوتوا بحرب مع إيران خاصة أنه إيران هلأ بالمرحلة الحاضرة لا عم تدعم الإرهاب اللي عم يضرب الأمريكيين الفصائل تبعها بالعراق دايما بتبرر من وقت لوقت الفصائل تبعو لهم بيدربوا القوات الأمريكية الموجودة بالعراق وسوريا بس ما بيسترجوا يدقروا الخمسين ستين ألف الموجودين بالخليج وبيعرفوا أنه أمريكا تنوي الانسحاب من العراق وسوريا لذلك بزيتوا الضغط لا شوفوا بركب يسحبون ولكن هذا لا يستدعي الدخول بحرب اللي عم تعملوا إسرائيل عم تضرب حزب الله يلي هو عليها الإرهاب بأمريكا اللي عم تعملوا إسرائيل عم تشتبك مع حماس يلي هي كمان عليها الإرهاب بأمريكا القضية الفلسطينية الولايات المتحدة بتجرب تلاقي حلولها ولكن مرح تجي تحتى التقل اللازم أو التقل يلي بيلهي عن شيء أهم تحتى توصل لها الموضوع لذلك لجم إسرائيل بيكون بما تيسر هل الصواريخ الإيراني الرد الإيراني كان من ضمن هذا اللجم يعني عم ينحكى تحليلات سياسية بتقول أنه حتى الرد الإيراني واللي أمريكا أبلغت إسرائيل عنه جاء كنوع من أنه أمريكا عم تفرق لدي نطلق إسرائيل وعم تقل له نحنا بلاينا فيهن أنت يفوتوا عليك الإسرائيخ ونحنا اللي عم نحميك بهذه يعني عم نحميك بالمنطقة بالمضاد وغيره وأنه نحنا بس بدنا نقول لك أي متى جاي إيران وبس بدنا فينا نردع عنك خلينا بس وضيح شغلي 40 مسيرة و30 صاروخ كروز و120 صاروخ بالسطي عم جاوبك على السؤال بس مجبور أحكي عنه المسيرات أخذت 6 ساعات لتوصل إلى إسرائيل الصواريخ الكروز أخذت أقل شي ساعتان وبالتالي من وقت ما طلعت هالأسلحة أو هالزخائر باتجاء إسرائيل لحظة ردة الفاعل كان في وقت كافي بينما الصواريخ البالسطي ردت الفاعل عليها قصيري يعني بدها نص ساعة توصل اللي ضربوه أول مرة اللي وصل على إسرائيل أول مرة سبع صواريخ بالسطي ما وصل شي من الباقيين يعني عم جاوبك على السؤال هلأ هالمرة ما ضربوا ولا مسيرة ولا صواريخ عابرة كروز ما استعملوا غير بالسطي وبيقولوا هني إنه نستعملوا الفرط الصوتي يعني بطير خمس مرات سرعة الصوت يعني بأقل من نص ساعة كانت هالصواريخ فوق إسرائيل هلأ لبان ما أمريكا عرفت لأن أكيد عرفت بالأمار الصناعية لأن الطاقة الحرارية اللي بتطلع من الصواريخ وعم بيطلعوا الأمر الصناعي لأمريكي بشوفهم ضغري بس ما عم تقول أنت كأنه ما في حتى تواصل بين إيران والوياس المتحدة أكيد إيران إيران قالت بلغت أمريكا لأحراز الإلكت المتحدة بس إيران مش بحاجة تبلغ أمريكا لأن أمريكا رح تشوف قبل ما إيران تحكي رح تشوف تجهيز الصواريخ طبعا طبعا تجهيز الصواريخ من المخزن لوضعا على المنصات بده وقت نصب الصواريخ بده وقت وإطلاق الصواريخ البسمة الحرارية تبعهم بتبين والصاروخ هو طالع بيكون بسرعة بطيئة لمن بيسير بالأبو جي وبلده ينزل ساعته بتسير سرعة قوية الأمريكيين هالمرة ما استعملوا الطيران لأن الطيران شو بنزل بنزل المسيرات بشكل أساسي والصواريخ العابرة الكروز استعملوا صواريخ هون يلي بالبحر المتوسط يلي ينزل صواريخ إيجيس يلي بيدربوا البلستي بمرحلة الطلعة وردة الفعل بعتقد كانت مش كافية الوقت مش كافية بنا ننتر تتكشف الحقيق مع الوقت هلا كان فيهم يدربوا بذل 12 إيجيس كان فيهم يدربوا مية فإذاً هاي دي النقطة الوحيدة يلي واحد فيه من خلالها يكون عنده سكوك أن الأمريكان تركوا تصير أو تركوا المنظومات الإسرائيلية الأرو طول الأرو سرية وسلينغ أوف دايفيد هذا الصواريخ اللي صابت الأرض بإسرائيل واللي صابت هدفها بعد وليه هلأ مش واضح الإيرانية بيقوله التسعين بالمية يعني مية وثمانين صاروخ الإسرائيلية بيقوله في ثمانين صاروخ فاتوا على الأجواء بإسرائيل وفي قسم منهم شفناه على الفيديو ومفقع بالجو يعني وصل لش أربعين خمسين صاروخ ويتش إيز طماتش وانصابت قاعدة عشكرية وانصابت مرقاب إصلاح طيارات إن شغلي منا لا تمثيلية ولا مثل ما كثيرا بيتخيلوا منا تمثيلية أبدا إيران كان عندها خيار صعيب يا أما بتعمل شي وإلا بدأت تفقد مصدقيتها مع الأزرع تبعها وبالتالي أررت أن تعمل شي لعدم فقدان المصدقية وبعدين الرئيس الإيراني تاني يوم كان بقطر على ما بعض إذا زيارة مبرمجة مصبعا بأعتقد لا ليش كان بقطر لأنه قطر اليوم عم تلعب دور الوسيط بين إيران وإسرائيل وبالتالي أكيد إجا ليقول للقطريين إحنا عملنا اللي بدنا نعمله وما بدنا نكمل بينما الإسرائيلية عم بيتوعدوا بدنا نردوا بدنا نشيروا بدنا نحطها لهذا بحث آخر صار دكتور هوني بدأ أسألك يعني العميد عم بيقولوا أنه لا الإيراني عم يشتغل شغله ومكمل بينما يعني حتى كما باته شبه معروف أنه الولايات المتحدة وإيران عم يقعدوا على الطاولة ولو بالخفاء يعني بالولايات المتحدة باليؤان حتى طلع الرئيس طلع وزير خارجية كلهم يقولوا نحن بدنا نقعد على الطاولة ونحن بدنا حوار وبعدنا البعض حتى وصف العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران منهم بس فرينز صاروا يعني كيف هي هذه العلاقة وعندما نقول أنه بدنا اتفاق ماذا تريد إيران من هذا الاتفاق وماذا تريد الولايات المتحدة أكيد يعني العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران علاقة فيها إلى صعود وهبوط أمرار بيكون في تناغم فيما بينهم وأمرار في صراع نحن نتذكر بطلت الشيطان الأكبر يعني نبلش من هنا نحن نتذكر أيام الثورة الإيرانية والحرب بين إيران والعراق الولايات المتحدة الأمريكية مدت إيران بالسلاح وسميت إيران جيت يعني هذه في مراحل معينة الحكومة أو الدولة الإيرانية تتعاطى مع الأمور مش بشكل أيديولوجي يعني الولايات المتحدة الشيطان الأكبر تتعاطى معها من أساس براغماتي بتشوف وين مصالحها وبتعاطى مع هذه الأمور من خلال مصالحها وأنا يعني تعقيبا على اللي قاله الجنرال كمان هيك بحس أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما بهمة أنه تزعزع استقرار إيران كليا يعني طبعا هذا البلد الفلتين بكل معابره إن كان البحر إن كان البور بلاشنا صنع منبرر كتير هلأ حتى مع سوريا صار كل شي نظامي يعني شو تعليقك دكتور يعني بهذا الموضوع كتير مهم اليوم نحنا أنه نشوف كيف طبيعة هادي الهجوم الإسرائيلي على لبنان هادي الهجوم مختلف شوية من 2006 يمكن الجنرال فيه يعطينا هيك كمان أكتر عن الواقع العسكري ولكن حسب ما مبين أنه إسرائيل اليوم تعتمد أكتر على نوع من الاحتلال الجوي للبنان وهذا الاحتلال يعني أنه مسيرات هذه المسيرات ودقامتها وكترتها صارت سهل سهل تسييرها بالأجواء اللبنانية بهدف المراقبة ومن بعدها بهدف القيام بأعمال عسكرية أنا خوفي أنه هادي المسيرات تصير هي الحارس للحدود اللبنانية السورية وبتصير هادي المسيرات هي المحتلة يعني من خلال الجو نحن تراقب حركتنا اليومية مين نعبر على الحدود شو نعمل بالمطار شو ما نفوت على البورت ومنصير بشكل ما أو بآخر بلد محتل كما هي غزة ولكن بدل ما يكون فيه تواصل عسكري على الأرض ممكن تكون هادي المسيرات هي اللي عم بتقوم بهذا الدور هايدا هو اللي بنخاف منه أنه يتحول وجودنا في لبنان إلى وجود مراقب على 24 ساعة طيارات هلأ أنت بتنزلي على الطريق تسمعي طيارات فوقك وين ما تروحي يعني فيه حدا عم بيرائبك يعني كاننا عم نعيش قصة خيالية مثل 1984 يعني أنه حدا بيرائبك يوميا حاصرك ولكن فهذا على الحدود اليوم نحن بفتكر أنه أكيد يعني إسرائيل لن تسق بقدراتنا بضبط هذه الحدود هذا اللي كان يحذر منه كثير من الناس أنه خلينا نضبط الحدود نقف كل هذه الممرات الغير الشرعية نعطي للبنان يعني حيسيته ومصداقيته كدولة ذات حدود معترفية هذه الحدود لما أكيد يعني أننا كمان واجهنا أزمات ضخمة مثل اللجوء السوري وكذا فما كان من الهي أني كنت رأى بهذه الحدود وتضبطها ولكن اليوم ظاهر أن أسرائيل هي التي تريد ضبط هذه الحدود وهي التي تريد أن تكون الحارس وبالتالي نصبح كغزة يعني ولكن من خلال الحصار الجوي ليس بالضرورة حصار على الأرض هذا إذا ما دخلت إسرائيل وأفتكر هذا كمان موضوع آخر قدرت إسرائيل على الدخول إلى لبنان كموضوع هيئته كتير سعب لأنه أكيد أنه إسرائيل اللي يمكن فكرت بتصفيتها لقيادات حزب الله الأولى هي ستضرب قدرة حزب الله بالقيادي والسيطرة ولكن لا مركزية في عملياته العسكرية بالجنوب اللبناني بحيث أنه كل القرية تصبح قلعة في المعركة مع إسرائيل هذا كمان شيء ما كانت متوقعاته إسرائيل رغم أنه يمكن المقاتلين والمقاومين اليوم ما عندهم فرص الاتصال ما عندهم فرص التنصيق فيما بينهم ولكن هني كانوا بأعتقد عبر السنين عم يتحضروا لهذا الموضوع عم يتحضروا لهذه المواجهة بشكل ما بحاجة لتكنولوجيا كبيرة أو أجهزة اتصالات بفتكر أنه نحن قادمين بالمستقبل على وضع كتير صعب وعلى مواجهة كتير كبيرة نتمنى أنه توقف بالأمد القريب حدث العميد من شوي حتى حزب الله أصدر بيان يقول فيه بأنه لدى محاولة قوة مشات إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون يلي هي المقبر أو المدفن ببلدة يارون فجر مجاهدوا المقاومة الساعة 12 عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح وعامين حكى هلأ عن أنه في أتلان حتى الساعة طبعا العلام الإسرائيلي دايما ما بيعطي المعلومات الدقيقة كتعم قل لك أنه هلأ هيك صار لما تحت الهواء قلتلي حتظلكم تسمعوا بهذه القصصة بأنه فجروا وغيرها هل معناته أنه حزب الله بالفعل ما عم بيخليهم يوصلوا أو معناته أنه هاي بداية المعركة وقد يستطيعون خرق هذه المنطقة اللي هي بعد على الأول هلأ بهذه المرحلة القوة اللي عم بتفوت من عدى بكفر كلها القوة اللي عم بتفوت متما هم بيان هي قوات خاصة يعني هي عم نحكي مش عم نحكي بمدرعات وعم نحكي بإليات عم نحكي قوات خاصة هاي القوات الخاصة بتفوت لتجرب تعرف وين مراكز الإتال لتجرب تسكتها لتجرب يعني تعطي معلومات للطيران اللي يجهر معليها هلا هاي القوة أكيد تحت المرائبة من قبل حزب الله لأن حزب الله أول شيء بيعرف الأرض هناك أكتر بكتير من الإسرائيليين اللي فيتين ومحذر حاله لها المرحلة إلوان من سنة الـ 2006 بيتحذروا لها المرحلة طيب فغير لا عجب أنه رح نضل نسمع بتفجير عبوات ضد الأشخاص وعبوات ضد الإليات مش نفس الشيء ورح نسمع أنه في كمين عم تنصب هايدي يعني هايدي تالت مرة عم بتصير هلا حضرتك عم تحكي عنها هايدي تالت مرة هلا المنطقة اللي ذكرتها هي صارت جوا يعني نسبيا بيعون صارت مرحلة بالعمق بس صارت بعيدة يعني عن عن الشريط يعني كفر كلا كنا عم نقول أنه هي على الحدود وبالتالي بضعة أمطار بممئات الأمطار يرون اليوم أبعد أبعد مش هيك عم بول أنه في عدة نقاط عم بلك هذا الموقع اللي حكينا عنه أبو المنفوط موقع الإلكتروني حاطت هو أنه في عدة محلات في خروقات يحن جوها يمكن فاتوا ظهروا يمكن بعدهم ما فينا نعرف إذا ما في مصدر عم بلتابع الموضوع دقيقة وره دقيقة أو صيعة ورسعة وبالتالي برجعب إليك هاي العمليات ستستمر ولن تتوقف يعني الخسائر اللي بنا نسمعها بصفوف الجيش الإسرائيلي رح نسمعها بشكل دائم ولكن هذا لن يوقف العملية الكبرى لأنه هاي دي عملية عم بحضرولها كمان إلون سنة الإسرائيلي عندما تقول عمليات كبرى أنا بدي أذكر أنه وقت البلشت حرب طفان الأخصى إجر رئيس بايدن بزيارة لإسرائيل ولمنفل الوافد الصحافي اللي كان معه كتب بالجريدة وحتى واحد حتى كان دانيس رولس كتب عن الموضوع أنه فوجة بايدن بطلب أو بحديث عن البدء بدرب حزب الله في لبنان قبل غزة وهون الأمريكان قالوا لا هاي دي تتعارض مع مصالحنا وما بدنا نفوت بحرب مع إيران وبالتالي لحديث هلا قدروا يمنعون بس هلا الظاهر قدرة الولايات المتحدة على التأثير على إسرائيل تتضاءل يوما بعد يوم حتى تشرين الثاني على الأليلة إذا مش أكتر والشي مهم كمانا دكتور أنه اليوم أمريكا يناسبها ما يجري في لبنان حتى نتنياهو لما طلع أعلن عن استهداف سيد نصر الله هو قال حزب الله يلي قتل المارينز الأمريكيين يعني عمي لعب على عواطف الأمريكي أنه هذا الهرهابي يلي ضدك قبل أنا يعني اليوم الأمريكي ما بيقدر إلا لا عجب يعني طالما الشعرات كانت الموت لأمريكا وتفجير المارينز وتفجير السفارة مرتين خطف الدبلوميسيين الأجانب بالثمانينات مقتل أسم كبير منهم يعني هاودي كونتانسيو بعد لهلأ يعني هذه نيقاط بعد ما نحل بين الولايات المتحدة وحزب الله فلا عجب من هالموقف ما لازموا هيتعجب من هالموقف وبالتالي بس المشكلة أنه نحن عم ندفع التماني كنت دكتور قبل ما نطلع مع الوزير كنت عم إلك شعار الموت لأمريكا وغيره بإيران حتى الرئيس الإيراني طلع قال نحن أخوة نحن والأمريكان يعني درجة فتنا شيخنا إذا هل هو قال هذا الشيء وبأمريكا قالوا نحن بدنا نقعد نحن لن نتوسل الولايات المتحدة ولكن نريد التفاوض كل هذا كان قبل ما حدث في لبنان وقبل استشهاد زيد نصر الله وقبل العمليات الكبيرة التي حصلت لدرجة أن البعض يقول أنه في سيناريو شبه مقنع بيت أنه الإيراني لا يوصل لهذا الاتفاق باع حزب الله بلبنان أنه بدنا نتخلصونا من أذرعكم المسلحة بالمنطقة منبلش بأهم ذراع وأقوى ذراع لإيران هو حزب الله لذلك شفنا كل هذه الخسائر المتتالية لحزب الله لأنه الإيراني سلموا وليه لأنه في مقابله الاتفاق النووي الأمريكي يعني بيعوا بالغالي لحزب الله وليس بالرخيص يعني باعتبار أنه أنا أقوى شي عندي اليوم بعتوا لأتفاق النووي هل فعلا هذا ما حدث أم أنه لا بعده الاتفاق ما بلش وبعد كتير طويل نبلش نحكي بالاتفاق أكيد يعني الطيار الإصلاحي في إيران وخاصة اللي بيقوده الرئيس اليوم ووعد زيارته لنيويورك باجتماعات الأمم المتحدة كهو كان يعقد يعني أمال على أن تطوى صفحة وتبدأ صفحة جديدة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية أو الغربية ومن ضمنها أن نفتح باب المفاوضات على موضوع النووي الإيراني وهالشي هذا أكيد يعني استطاع نتنياهو نسفه من خلال هذه المعركة مع حزب الله وما حدا أدري يوقفه أكيد الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الإدارة الديمقراطية حتى نبلش نحكي عن الانتخابات وإمكانية صعود ترامب بهم أن نتوصل لشي سلمي يعني بدون مواجهة لأن المواجهة مع إيران مكلفة مش هيني يعني نحن مش بس عم نحكي عن 200 صاروخ لدى إيران أعتقد إيران عندها ما يقارب لأربعة ألاف صاروخ بلستي وعندها قدرات هائلة عسكرية يعني ممكن تعيق الملاحة البحرية وخاصة إقفال مضيق هرمز اللي من عبره ومن خلاله تمر يعني جزء كبير من الطاقة للعالم يعني بواخ البترول وغيرها يعني إيران تملك مفاتيح قوة كثيرة عسكرية وغيرها وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية إذا بإمكانها أنتصل مع إيران وخاصة مع الطرف الإصلاحي فيه إلى حل فهذا شيء بناسبة بناسبة أكتر من المواجهة بلشوا بلشوا الحديث عن حل بلشوا يقعدوا على الطاولة فعلا إذا كان هذا الموضوع يعني جاي من خلال مثلا ورقة أنه يعني تخلي عن حزب الله يعني هذا شيء شوي صعب أنا برأيي لأنه حزب الله هو ولاية الفقية يعني حزب الله هو الحرس السوري هو فيلق القدس هو يعني حربة الانتصارات التي حربت ما إيران هلأ عم بتقول نحن ما بدنا حروب بالمنطقة يعني كمان إذا بتلاحظ ما يقول هو الإيراني عم يقول نحن هلأ صرنا نسمع وننصدم من اللي عم نسمعه بالولايات المتحدة قالوا نحن داعين سلام نحن بدنا سلام بالمنطقة ما بدنا حروب اليوم حزب الله يمثل لإيران الحرب يعني بمعنى بس بدي حرب أنا بقول لحزب الله روح اليمن هلأ هذا هو الانقسام نعم نقول الانقسام إنه فيه انقسام في قلب إيران يعني شي بده السلام وشي بده المواجهة أكيد يعني الإدارة المدنية اللي بمثلها الرئيس الإصلاحي الإيراني تدعو إلى السلام بينما الحرس السوري بده شي تاني هلأ فيه تناغم أمرار فيما بينهم ولكن بظل فيه فوارق مهمة لأنه الحرس السوري يعيش على دفع السورة إلى الخارج مش بس إلى الداخل المفاوضة المفاوضات مع الغرب من خلال قوته بالخارج استعمال هذه القوة أو الأزرع في صراعاتها الإقليمية بدل من إيران تفوت بشكل فلذلك المفاوضات على هذه الأزرع خاصة إذا كان حزب الله شغلة أنا برأيي مستبعدة بالمعنى اللي عم ينحك فيه ولكن جزئيا ممكن يعني الحد من اندفاع حزب الله أو من تسليحه أو من قدرته ممكن إيران تفوت بهذا الموضوع وممكن إيران كانت قاملة أنه الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ وقف إطلاق النار بغزة فبتحفظ حزب الله وبتحفظ يعني المواجهة معه مثل ما صار هذا لم يتم إضافة إلى هذا أنا أحب أقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من سقوط النظام الإيراني كمان كليا أنا بأعتقد لأنه سقوط النظام الإيراني كليا شي خطر بموقع إيران بالمنطقة وحواليه يعني ممكن هذا شي يخلق كثير من الفوضى في المنطقة يعني إيران مش من الصعب تأسيمها طائفيا ومذهبيا وعرقيا فهي بلد يعني فيها الأزاريز وفيها العرب الأهواز وفيها طواقف مختلفة سنية وشيعية فيها أقليات مش من الصعب إثارة هذه الفتن فيها وجعلها تنقسم من الصعب ولا مش من الصعب مش من الصعب في عندك أكراد كمان يعني قسم كبير يعني مش بس الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها دخلت بهذا الإطار يعني قادرت عملا وما فات بعتقد أنها بقدر ولكن شو البدائل إذا صار في هذا الإنقسام وهذا السقوط للنظام الإيراني ساعتها يعني إذا سوريا عملت أزمة لأوروبا من خلال اللجوء ومن خلال لا وجود للدولة شو عم تحكي أنت إيران في 100 مليون إنسان فلذلك أنا بعتقد أنه أول شي الولايات المتحدة الأمريكية ما بد تفوت إلى الآخر بإيران من جهة من جهة تاني أنا بعتقد كمان الرد الإيراني على مقتل السيد نصر الله وهنية كان مع احترام لكل الوجهات النظر كان رد كتير خجول بمستوى الخسارة يعني خسارة السيد نصر الله هذا شي كتير كبير يعني لو فعلا إيران بد ترد بحجم هذه الخسارة كان لازم تطلق 2000 صاروخ مش بس 200 صاروخ أنا برأي دربت 200 صاروخ وهذا 200 صاروخ تم اعتراض معظمهم وقالوا نحن انتهينا يعني تصوري أنه هن ما بدون كمان يسعد يعني في هون من هذا الإطار هناك تناغم وتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الولايات المتحدة الأمريكية ما بد تروح على الآخر بوجه إيران وإسقاط نظامه كليا ما يبتغيير أجزاء منه ودعم الجهات الإصلاحية فيه بينما إيران ما بد حرب شاملة ورد إلى حد ما خجول بهذا العميد عم نسمع أنت عم تقول أنها لم تكن مسرحية بطبيعة الحال وشفنا الأضرار اللي حصلت ولكن اللي عم بقوله الدكتوري واللي سمعناه من كتير ناس اليوم خسارة سيد نصر الله هي خسارة للأمة الإسلامية التي تاب على إيران اليوم هي لمحور الممانعة هي عم تحكي بعدنا لهلأ في ناس فعلا بتقلنا نحنا نقول ما مات أنه في شي غلط وبالتالي هذه الصواريخ اللي كانت رد على استشهاد سيد نصر الله يراها البعض خجولة هي فعلا خرقت الأجواء الإسرائيلية وكانت جريئة نوعا ما للإيران اللي بعده ما كان عم يعمل شي ولكن يصفها البعض بالخجولة بالنسبة للخسائر التي منيت بها أو منيت الممانعة بشكل عام لازم نميز بين إيرادة إيران وبين إمكانيات إيران إمكانيات إيران محدودة ما قدرة تضرب بالألفين صاروخ بالسطن فيها تضرب عربع تليف شو بيبقى لبعدين تتفبركن كم سنة بده بده واحد يحسب هيك وبالتالي الموضوع الصواريخ بإيران خلينا وضحه شوي إيران اليوم عندها تقنيات فبركية صواريخ مفارت صوتية وجربتهم من خلال اليمن يعني الحسيين ضربوا مرتين صواريخ مفارت صوتية من اليمن قصلوا بعشر دقيقة وبتناشة دقيقة وهيدي من نمسحة هايدي النوع الصواريخ إسرائيل ما عندها وعندها نوع تاني اسمه الفتاح اتنين دعوا انه استعملوا بالدربة تبعيتهم أنا رأي ما استعملوا لأنه الفتاح اتنين كتير معقد وطريقة الرماية تبعيته معقد جدا بحتاج تركينه لغير التجربة وتركينه لظروف أفضل هلأ الإيرانية وقت استعملوا صواريخهم ومسياراتهم والكروز مثل الصواريخ العابرة تبعهم بـ 14 لسان الماضي تعلموا شو هي وقدروا يستندجوا دروس شو هي الحدود القوة تبعهم قوة أو قدراتهم الممكن عم نحكي عن المسيارات ليش تشجعوا استعمال المسيارات لأنه الروس بأوكرانيا استعملوا مسيارات وكانت عم تجيب نتايج بينما المسيارات اللي ضربوها على إسرائيل 170 وحدة ولا واحد اللي وصلت ولا واحد بينما الروس بأوكرانيا عم بحق وبعد صحيح والعملية المعقدة استعمال المسيارات والصواريخ والصواريخ العابرة هذه الروس اخترعوها أو أول ناس استعملوها على مسرح عمليات بأوكرانيا ونجحت هون ما نجحت وبالتالي رجعوا لجأوا للصواريخ البلستية أولا هل يحطونها من الأردن الكرتوني ومبارشو مبارشو مبارشو هل يمكن الأهل الأردن صوروها العربية كانت عم تحط أنه عم بيقولوا لكو هول هن الصواريخ البلستية المعمولة من كرتون وفرقاء لا 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 هلأ أكيد في شيء مش مظبوط نحنا بحاجة من خلال كان في شيء غير مقنع في هذا صاروخ صاروخ أول شيء وصلوا الإيرانية بدون يجربوا أول شيء يقدروا يتحكموا فيه مظبوط بد يكون وزنه أخف الشيء ممكن تيكون وزنه أخف الشيء ممكن بدون يكون فيه عناصر معدنية أقل من الصواريخ الأديمة ومن بيشيلوا منه بيخففوا العناصر المعدنية بيحطوا شيء محلو يعني الرادار ما بيلقطوا بتصير بصمة الصاروخ الرادارية صعبة وهي الصواريخ يعني معلومات أن الصواريخ الإيرانية اليوم كومبوزيت معادة معدنية لها السبب بيقدروا يأول حشوة يعني يصير الرأس المتفجر طون ونص طون وأكتر والصاروخ يصير أخف ويصير بيقدروا يصيبوا فيه بشكل أفضل فاللي استعملوا ضد إسرائيل وصابوا قاعدة عسكرية من هنا صابوا مرقاب إصلاح طيران الطيارات بالمطارات بإسرائيل ما بيحطوا فوق كل ياتا أندرجراوند يعني لو كان في طيارات على الوجه أو على المدارج أكيد تتضرر راح المبنى الإيدي وراح مرقاب إصلاح مرقاب إصلاح طيران مهم أكتر من الطيران يعني كل طيارة بتطير ساعة بدأ ساعتين على الأرض صيانة هذه بس كمان للعالم تعرف مش إنه بدور وبيمشي يعني منه صيح وبالتالي من قبل الأمريكان ومن قبل الإسرائيلية ومن قبل الإيرانية اللي يشوفوا ها غلطوا وبعدين في صوريخ ما تلعيت يعني في خلل بالإطلاق حكوا عن 200 الإيرانية حكا عن 180 يعني في 20 صاروخ أو ما طلعوا أو انفجروا هني وطلعين وهذا الشي بيصير في دايما خلل بالزخير بالعالم كله مسبسا عند الإيرانية هايدي الأمور بتخلينا نشوف جدية الموضوع الموضوع ما بيتعلق بس شو بده يعمل شو بيقدر يعمل هل بيقدر يرمي هطلات صواريخ أكتر من هيك على إسرائيل وشو ردات الفعل طبعا يعني هلأ الأهم نحكي فيه شو رح تعمل إسرائيل وشو هي حدود الرد طبعا يلي أماركا بتسمح لفيه هلأ إذا بترجع للحكومة الإسرائيلية شو بده تعمل أكيد لاحة الأهداف عندهم هني كمان الإسرائيلية عندهم صواريخ أريحة ثلاثة وأريحة اثنان واحد مجاله 4800 كم الثاني مجاله 1600 كم بيقدروا يحملوا رؤوس نووية بيقدروا يحملوا رؤوس كلاستيكية هاي الرؤوس النووية البعض يقول أنه ما شفنا هذه يعني ما شفنا رؤوس متفجرة على الصاروخ وعم بتير حتى بيقولوا أنه شفنا بس وميد ما شفنا انفجارات كبيرة أكيد شوف نشوف ولكن كان في لا شفنا أكيد ما شفنا لا لا مش مزح في صواريخ فقعوا بالجو يعني هاو دي صابون أنظمة الدفاع الجوي يعني الارو تول الارو سري وسلينغ أوف ديفيد بس اللي على الأرض اللي صايبين على الأرض اللي عديتهم أنا مينموم عشرين عدا عن اللي ما نبينوا على الكبيرة في واحدة كمان على هايوي دربت يعني لو هاي جاي بمبنى كان يمكن وقع هذا المبنى وهي يعني عشوائي عم بتكون يعني فيها كان بالفعل عشوائي بمعنى خلل هاي هذا الخلل في وصل على مبنى كان يعني مثل ما وصل على هايوي بعدنا بس كمان لح أشرح لك شغلي الصاروخ ما بيكفية تعترضي إذا اعترضناه وانفجر بالجو جزئية تبعه شبه تعمل بتنزل على الناس ما في وحد مثل ما صار بي هاي جزئية هي وعم تنزل في منظومة ساعتها القبة الحديدية هي ترمي عليها لحتى تفتتها لتصفي أصغر فالموضوع كتير فيه تقنيات يعني الإسرائيلية تعلموا الإيرانية تعلموا والأمريكيين عم يتعلموا يعني اليوم الدروس دائما من بعد كل معركة فيه استخصاء الدروس هلأ تنرجع للموضوع ماذا تريد إيران إيران أرادت أنه تعمل ردة فعل لأنه عم تفوت كانت مصداقية مع حزب الله ومع حلفاء أنه زمات سيد حزن نصر الله ومعاملتوا شي أنتبك تعملوا فآخر شي أخذوا القرار أنه يعملوا ويفوتوا بريسك وأكيد الرسائل الديبلوماسية اللي عم تروح اليوم أنه ما بدنا حرب أنه خيهاي وخلص وخلي الإسرائيلية ما يعملوا شي الإسرائيلية لا بنا نعمل وهلأ شو بدون يعملوا الإسرائيلية بايدا دجا حط لهم أول سقف نووي ما بتداروه ما بتدربوا على مركز نووي هلأ الحديث عن استهداف عبدان وعن استهداف خارج عبدان هو المصفات النفط الأساسية بإيران والشريان الحيوي الإيرانية من هونيك عم بيبيعوا نفطهم ومن جزيرة خارج عم بيصدروا نفطهم شو ضربة قوية هذا إذا ندربوا هايدي هايدي جيم تشينجر يعني هايدي عم بيقول للإيراني أنا عم بخناك وهون في أحد مكاتب الدراسات بإيران الاستراتيجية بيقول إذا هالشي صار إيران ستعتبر كل ناقلات النفط المتوجهة إلى فرنسا وبريطانيا عدوة ورح نستهدفها ورح نكبأ الغن بالخليج ورح نوليها شو حرب هايدي دليل عم تقوله إيران هلا شو رح تعمل أمريكا بالمقابل هل رح تسمح للحكومة الإسرائيلية تضرب خارج وعبدان أو هل رح تقوله نعملوها وأنا بردع إيران وفي سابقة رح خبرك إيها سنت البتمانينات وقت كان في الحرب العراقية الإيرانية الإيرانيين استهدفوا نقلات النفط الكويتية صار في شيء اسمه حرب الناخلات بيقوموا الأمريكان بيطلعوا مهمة مواكبة الناخلات النفط بالخليج الإيرانية بيكبوا ألغم بالخليج بينفجر لغم بسفينة حربية أمريكية بموت بحار أمريكان الرئيس ريجن بيعطي ضوء أخضر للبحرية الأمريكية بتنفذ عملية اسمها برينج منتس يعني الفرس الشيطان وبيغرقوا فيها ست قطع بحرية إيرانية في واحدة منهم كان في علاية 300 بحار طيار جي بدو يكرر كان قالوا لا لا تقتلون راح 60-70 قطيل إيراني نزل 3-4 أليكوبترات إيرانية اتدمرت المنشآت يلي على خرج بوقتها بست ساعات هايدي عملية كانت كانت حاسمة هايدي بالثمانينات برينج منتس تشوفيها على جوكل فمن بعد منها بكم أسبوع صار وقف اطلاق النار مع العراق وما عادوا الإيرانية تعرضوا لأي شيء أبدا والأول بحرية الأمريكية بإيضاك لوقت اليوم دربية بمية والأول بحرية الإيرانية كمان دربية بمية وبالتالي بعدنا يعني الإيرانية أكيد عندهم رؤية شو بدون يعملوا الأمريكية كمان عندهم رؤية شو هون إذا عملوا الإيرانية عم بتدقوا بالمصالح العلية للولايات المتحدة يلي هي الدرب الإقتصاد العالمي بسيطة عم تقول الأمريكية عنده رؤية والإيرانية عنده رؤية هون بدي أسألك دكتور الإسرائيلي المجنون يعني اليوم نتنياهو واضح صار يسموه كينج بإسرائيل وهو للصهيونية يعني سلمان الملك سلمان يعني سموه وهذا منعود لليهودية يعني عم يعطوه هو عم بعيد الدولي يعني عم بجمع اليهود بالوقت يعني كان فايت على الحبس كرمال خمسين ألف دولار وستين ألف دولار قبل لها يعني ليك وين كان ليك وين صار مين حيوقفه يعني اليوم السؤال مع كل هذه الشي اللي عم ياخده هاله اللي عم ياخدها والشارع الإسرائيلي عم يرجع يوقف حده بالوقت اللي كانت في مظاهرات وطالب برحيله هل يستطيع الأمريكي يقل له وقف بالوقت اللي هو حتى شيف بايدن رجل كبير في السن ومن منه ما كتير عم تسمعه بايدن نسوحده معه بسو يعني يروح بيقل له شي بفلم كأنه ما عم يسمعه لبايدن أكيد أكيد أنه اليوم ناتنياهو مستفيد كتير من حالة الحرب ومعه الحكومة ما هي حكومة أساسا متطرفة هذه الحكومة يمينية دينية متطرفة بدل عودة كل بدون يتوسعه بزيادة ويعملوا إسرائيل لولي يعني فائقة القوة ما أحدا يسترجي يتحارب معه وهالشي هذا أكيد عم يلعب لمصلحته لنتانياهو وهو مستمر بهذه الحرب واليوم شعبيته عم تكبر وتقوى أما مين فيه وقفه هل ولايات المتحدة الأمريكية فيها توقفه ولوين كله يعتمد على الحلول السلمية يعني شو هي الحلول البديلة إذا كنا اليوم في لبنان عم نطرح مثلا اليوم الدولي اللبناني عم تطالب بتنفيذ 17-01 من فترة ما كانت عم تطالب فيه كانت أنه يعني موافقة على ربط لبنان بغزة هلأ لا نحن وهلأ صار في حكي أنه بنا ننتخب رئيسة جمهورية فجأة فجأة أنه اوف لك شو صار يعني لو كنا ندري يعني هذا نفس الإطار فكله يعتمد أنا بعتقد كمان بهذا الموضوع لا الولايات المتحدة الأمريكية يكون عندها يعني قدرة على إيقاف نتنياهو أعتقد أنه إسرائيل لن تقبل بعد اليوم بـ 17-01 هذا 17-01 ما بعتقد الإسرائيليين رح يقبلوا أن نرجع لستاتسكو يعني بمعنى إعادة هلأ نحن نلعب إسرائيل عم تلعب لعب ديموغرافية بلبنان تغير وجود الشيعي في لبنان من قصصه عم تضرب له كل المراكز سواجده بعلبك الضحي الجنوب عم تفرغوا وبتبعثوا حتى بالضحي يعني ضرب ممنهج وتدمير ممنهج للمباني تغيير ديموغرافية ودفع الشيعة إلى سوريا إذا ممكن كمان يعني تغيير ديموغرافية لبنان ليش لأنه ما بدأ بكرة يقولوا 17-01 ما يعني 17-01 يعني عودة الناز حين إلى ضيعون وعودة مين مع حزب الله هو جزء من هذه المكون نحن 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 فإذا 17-01 أنا أعتقد أنه إسرائيل لن تقبل به بعد اليوم شو بدأ بدأ 15-59 آه نرجع 15-59 اللي هو تجريد كل الأحزاب من سلاحة أو الميليشيات أو القوة الغير النظامية انتخاب رئيس جمهورية مثل ما كان بالأول يعني كل ما تغير فيه انسحة بالجيش السوري وقت 15-59 من نحن منسح بالجيش السوري تجريد القوة بفتكر هيك إسرائيل بدأ رح تضغط بهذا الاتجاه رح تتغير من 17-01 لـ 15-59 والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حتى مش بس الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هذا اتفاق أمريكاني فرنسي رح تواكبها لإسرائيل بهذا الإطار حضل الضغط من أجل هذا الموضوع يعني تنفيذ قرار 15-59 إذا قبلت الحكومة اللبنانية ومضت عاشية وجابت رئيس جمهورية مش يعني إعادي لميشيل عون يعني رئيس توافقي بكل معنى الكلمة تعطى فينا نحكي عن تغيرات مبصلية ممكن للإدارة الأمريكية تضغط باتجاهها بس حتى اليوم مفتكر الإدارة الأمريكية كلية مع إسرائيل دور تاني لإسرائيل غير لبنان هو إيران أكيد أنا أعتقد أنه كمان الولايات المتحدة الأمريكية ما بد تفتح معركة إسرائيلية إيرانية معركة كبيرة هي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بد تقدبها لإيران بمعنى أنه إيران فتحت معركة غزة وفتحتها بهدف إيقاف التطبيع لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها مشروع ربط الهند والخليج العربي بإسرائيل وبأوروبا عبر هذا الطريق التجاري اللي اعتبرتها الصين واعتبرتها روسيا واعتبرتها إيران خطر كبير ففجرت إيران المنطقة لإيقاف هذه عملية التطبيع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدت إلا لإيران ما فيك تلعب بهذا الدور لأنا أريد إياه بالمنطقة أريد إيسير وإذا إسرائيل ستكون موجودة للبقاء كحارس لهذه بس أنا ما بدي أدرب كليا يا إيران ما بدي أضرب لك ما في علك النووية ممكن تضرب لمنشآت بترولية أو نفطية مثل ما كنت أقول الجنرال وانتبهي النفط الإيراني كله يروح للصين فمن هذا الإطار بتكون رسالة كمان للصين أنه ما تلعبوا بإيران في المواجهة معنا بالمنطقة ممكن هذا الشي بس هذي كمان بيأخذنا لمحل آخر بأعتقادي أنا رح تكون الدربة الإسرائيلية لإيران دربة مثل السابقة أكتر يعني هيك تمثيلية منها حقيقة دربة أوية لإيران جنرال كان بدي أسألك 15-50 بس قبل كان في السؤال بدي أسألك يا سابقا بالحديث عن إيران أين هو الخامنئي اليوم هل هو يعني يقال أنه نبه وحذر السيد نصر الله أنه انتبه أنت في محاولة لأختيالك قبل أيام من عملية الاختيال وحتى طلب منه أن يغادر البلاد هذه بحسب معلومات صحفية وبالأكثر من ذلك نسمع أنه دائما عم تورد دايما من مسؤولين إيرانيين لرويترز بطبيعة الحال تقول بأنه الخامنئي المرشد الأعلى هو في مكان آمن البعض يقول هل عزل الخامنئي حطوه يعني بمكان آمن أنه بمعنى خليك أنت قاعد كمرشد كقيمة روحية ودعنا نحن نتصرف طبعا بالانقسامات يلي حاصلي بإيران وهل فعلا الخامنئي اليوم حذر سيد نصر الله بأنه خليني بس وضيح موضوع الحرس الثوري هلأ بإيران في رئيس جمهوري وفي مرشد وفي حرس ثوري وفي الجيش يقول الأرتاش الجيش كان عنده نوعا من الاستقلالية من بعد الثورة هلأ اليوم الأرتاش والحرس الثوري صار عندهم تقريبا قيادة موحدة المربوطين مباشرة بالمرشد هلأ رئيس الجمهوري ينتخب ما بين المرشحين يلي بيوافع الهيئة في هيئة تشريعية أو هيئة ما تذكر شخصها من الأئمة أو من الملالي تابعين للمرشد تابعين للمرشد وبالتالي صحيح أنه اللي انتخبوا رئيس الجمهورية الستعاش سبتعشر مليون هؤذي اللي هن طفح الكائل معهم من المرشد مش من بس المرشد النظام الملالي ولكن ما زال ميزان القوى بالأصالح المرشد والأصالح الحرس الثوري بأصوات الحرس الثوري يمسك باقتصاد إيران الموازي يعني كل شبكات تخطي العقوبات ماسكة الحرس الثوري وبالتالي ما لازم نجي نفكر أنه الإصام هذا ممكن يؤدي إلى شيء كبير يعني صار فيه محاولتين ثلاثة وبقى النظام الإيراني واقف عجراء وما هأتوا عم بي عم بي بيين عليه بوادر ضعف أو انكفاء أو شيء منه خلينا بلش هلا موضوع المرشد وحمايته عم نحكي أمن هون ما عم نحكي أنه تحييده عم نحكي أمن ورح قلك ليش اغتيالات 12 عالم نووي إيراني خلال العقد الماضي آخر واحد منهم فخر زادة صحيح وضرب بعض المنشآت لفبركة المسيرات في إيران من قبل إسرائيل والاستلاء على مستندات البرنامج النووي بعملية مخابرتية بأد طهران واللي نتنياهو أبرز للمستندات بالجمعية العمومية للأمم المتحدة يمكن بال2017 أو 2018 هذا يعني أن اختراق إيران من قبل إسرائيل ويرد إيران أولا مليون وسبعمل ستمائة ألف كيلومتر من ربع واسعة كثير في مناطق فاضية الخرق أهون من خرق حزب الله حتى الرئيس الإيراني السابق ريس لا لقبله نسيت اسمه نجاد بمقابلة سابقة سابقة اليوم عم بحضرها عم بيقول أنه نحن عاملين مؤسسة أو مركز لحتى يشوفوا العملاء وطلع أنه رئيس هذه المؤسسة هو العميل شي هيك كان صابقا بقى أمان الاختراقات التي صارت وأغتيال السيد إسماعيل هنيب بطهران بأسر الضيافية اللي بيناموا فيه كبار الدباط وبناموا فيه الوزراء اغتيالوا بيقوتوا بيهدقها أكيد المرسد الأعلى بدوا يخاف أنه مثل ما قتلوا السيد ناصر الله يلي هو يمكن الرقم اثنان معنويا بمنظومة ولاية التقيق ما في شي بيمنع أنه يقتلوا الرقم واحد وبالتالي لما بيقولوا يا حب مكان آمن مش معناتها عزلوه قال أنا لن أتعجب إذا كان هناك اختراقات على مستويات الحكومية في إيران هذه المرشد آلم بيريح وبالتالي الموضوع أمن ولا أعتقد أنه إنعكاسات سيسي بالعكس بالعكس الحرس السوري هل سيكون عنده جرب أكتر أنه هل هذه دورنا في خطر إسرائيلي وصف على فوق السلاح الصاروخي بإيران على كافة مستويات وبيد الحرس السوري مش ببيد الجيش فإذا ما بأعتقد أنا أنه رح يكون في شيء على مستوى إيران خلافة بعدين موضوع مد اليد والإنفتيح على الولايات المتحدة هو المرشد الأعلى مرتين قال مرتين قال الانكفاء التكتيكي يجوز واستند لأي من القرآن الكريم أول مرة قال مع الرئيس الإيراني ثاني مرة قال بتكريم شهداء بأحدى المقاطعات الإيرانية شو يعني الرئيس هاي نرجع لورا تنقدر ناكل ونشرب لأنه بدنا نخفف العقوبات العالم جوعاني الوضع الاقتصادي مش منيح بدنا نتراجع حتى نقدر ولكن سنحافظ على استراتيجياتنا كما هي وهيدي بنظام وليت الفقه مؤدسي وموجود بالدستور الإيراني مثل ما تفضل دكتور وقال وبالتالي ما في تناقض بين الحرب اللي عم بتصير اليوم وضرب الصوريخ وإرادة الانفتاح على الولايات المتحدة ورح لك أكتر من هاي نحن دايما نتطلع بإيران نتطلع بأمريكا بأمريكا إيران في إلا كتير في عنده لبي لا يستهم به صحيح آخر واحد مش آخر واحد أول واحد روبرت مالي مهندس الاتفاق النووي يالي اليوم موضوع ووقفوه معه وعم بيحققوا معه لأسباب أمنية ولكن في غيره عم بيكتبوا وأنه شبها إيران ليش ما ما بنضلنا قصة عمر 45 سنة خلصنا وبعدين إيران فيها بزنس تاني منتج أو تاني تاني احتياط غاز بالعالم يعني فيه رجال أعمال بأمريكا ناطرين أنه شيء تنفتح رح ينطع إيران ورح رح يحطوا بإيران وولاة الفقيه يعني مثل ما السيد هوكستاين راح زير بعلبك وكان مرحب به إسرائيلي الجنسية والمولد وخدم بجيش الدفاع الإسرائيلي وصار موفد رئاسي بأمريكا وبرحب فيه الأستاذ بري وبرحبه وجماعة حزب الله ما عندهم مشكلة معه لما انتج بيجي ترمي البزنس كل عالم تنسى وبقلب البيئات المتحدة تحديدا وبالحزب الديمقراطي في جناح يساري منه ضد الانفتاح على إيران يعني وإيران عم بتمدل إيد لهالجناح وإيران أكيد اليوم تتمنى وصول الرئيسي هاريس لأنه بالطيم طبعا يقال أنه في بعض الأشخاص رح يكون عندهم مراكز مهمة بوزارة الخارجية بوارد الانفتاح على إيران وبالتالي هذا موضوع أهم من كل المواضيع البائية هذا بيرد إيران على الاقتصاد العالمي بيرد على الأسرة الدولية ويعني هذا اللي بديه لازم كل هالموضوع يتاخذ بأبروش متكاملة مش بس ناخد زاوية واحدة دكتور يعني إيران تريد السلام واضح وبدون مثل ما عم بيقول الجنرال بدون يأكلوا ويشربوا بيقدروا يوصلوا لهذا الشيء مئة بالمئة بفتكر إيران اليوم عندها أزمة كبيرة يعني أزمة اقتصادية نتيجة الحصار أزمة دبلوماسية نتيجة الانعزال أكيد هي بتتشرب بطرق مختلفة تكسر هيدا الطوق المفروض عليها وتتعامل مع العالم لأنه هي براجماتية بالنهاية وهي دولة نفطية بهمة أنه تتواصل مع الاقتصاد العالمي تبيع نفط تبيع بترول بأعلى الأسعار الممكنة فهي كمان يعني اقتصادة قائمة على أساس التجارة العالمية فإذن هي مش بتناقض بالضرورة مع الغرب أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة اقتصادة ولو طرحت حالة دولة دينية وترحت حالة أنه هي عم تحارب الشيطان الأكبر ولكن بالحيسيات الأساسية الاقتصادية هي دولة نفطية تريد أن تكون جزء من الاقتصاد العالمي ومن المنظومة الدولية إذن هو تصريح مشترك للكتائب والاشتراكي بعد ما كان وفد من الاشتراكي زار النائب سامي الجميل عم نشوف موقف متقدم للكتائب اللبنانية التي تقول ما بدنا حدا حس حاله مهزوم بهذه المرحلة وكأنه يقول لحزب الله مع كل ما يجري اليوم خلونا كلنا نكون إيد وحدة هي بالفعل اليوم هذا ما يقوله حتى المواطنون بظل ما يجري لما منكون كلنا إيد وحدة ونكون قوية على كل ما يجري في لبنان وخارج لبنان يعني كلمة أخيرة دكتور عن هذا المشهد اللي شاهدنا وأيضا حدث الجنرال حنأخذ منك كلمة أخيرة على الأقل عن هذا المشهد الآن في السياسة اللبنانية يعني هذا شيء مشجع جدا أولا محاولة القيادات السياسية لتحويل الأزمة إلى فرصة إلى فرصة للبنان يعني هذا من ناحية من ناحية تانية موقف الشيخ سامي شميل باحتضانه لكل الناس اللي عم تتأذى من هذه الحرب وطرحوا أنه نحن كلياتنا على سفينة وحدة إذا غرقت كلنا وننموت فلذلك يعني هذا كتير مهم بهذه الظروف أن نشد من لحمة اللبنانيين فيما بينهم بغض النظر عن موافهم السياسية وإختلافاتهم هذا الشيء كتير مهم بعدين الدعوة لوقف إطلاق النار بالسياسي يعني هذا لازم يكون البند الأول والأساسي عند الجميع أنه بقف إطلاق النار وعودة الناس إلى خوراها هذا شيء كمان كتير مهم بالسياسي أيضا يعني هلأ مواف الدولة اللبنانية سبعة تاع سفر واحد هذا شيء كتير مهم كمان عليه إجماع حتى حزب الله اليوم ما بعتقد أنه بعارد موضوع سبعة تاع سفر واحد وهذا كتير شيء مهم انتقال إلى انتخاب رئيس جمهوري يعني هلأ تنظيم البيت الداخلي عندنا رئيس جمهوري فيه توافق عليها على الانتخاب أتمنى أن لا تكون هذا الموضوع مثل المواضيع السابقة لما واجهنا مثلا الأزمة الاقتصادية بدل من نعمل حالة طوارق اقتصادي ونظهر بالبلد رأينا أنه كل المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقل الدولي لم تذهب إلى أي محل فتمنى أنه انتخاب رئيس الجمهورية يكون حقيقة موضوع أولوي يعني وسريع للتنفيذ العودة كمان يمكن إلى ما طرحه البترك الراعي بموضوع أنه تحييل لبنان عن الصراعات الإقليمية يعني هذا كمان موضوع بأننا نعرف كيف نطرحه بجدية ويكون كل اللبنانيين باتفاق حول هذا الموضوع لأنه هذا موضوع جوهري بحدد كيفية تعاطينا مع الملفات المختلفة فيما بيننا بعدين كتير شغلة مهمة سنعرض هلأ فيديو لرعاية أسبان عم يجلوهن إذن من مطار بيروت لأنتم عم تحكي دكتور حنشوف هذه المشاهد للرعاية اللي عم يجلوهن إذن أسبان كنت عم تكمل في كتير شيء كتير مهم لازم المرحلة المستقبلية إذا كان لبنان برضي ينهض على إجراء وفعلاً يكون قادر على مواجهة السعاب لازم لبنان يكون عنده قدرة على العودة إلى الحضن العربي بشكل أساسي صح ويحصل على الدعم العربي لتجاوز هذه اللي بلاي ما فينا نعمل شيء لأنه بال2006 لو ما الدعم العربي ما مقام لبنان ولو ما قبل 2006 كمان يعني حتى بالألفين لو ما كان فيه دعم عربي لحكومة رفيق الحريري بوقتها وكان فيه دعم دولي من شراك كمان كان التحرير الجنوب كان يمكن يكون أصعب بكتير لذلك نحن ما في لبنان أن يقوم خارج نطاق هذا الحضن اللي كتير مهم لإقتصاده لاجتماعه لتوجهاته السياسية ولناسه اللي بالداخل ولناسه اللي بالداخل اللي هي ضماني كمان لإضعاف الحالات الطائفية القصوى لما تصير عربي بتعرف حالك أنت ما بقى طائفية طاكية اللي عم تتحكى فيك يعني طائفية هي جزء من أزمتنا الأساسية وأكيد يعني المرحلة المستعبلية بحاجة إلى تشكيل حكومة الطوارئ بعد انتخاب رئيسي يبدو عنا شوية وقت بعد بانتظار الضيف اللي حيكون معنا بعد شوية حدث العميد كان عم يحكي سلسلة إذا بدك وقاء اللي يجب نشتغل عليها الحضن العربي وغيرها تعليقك على هذا المؤتمر اليوم بكمشهد عام كمشهد وحدة كلنا نتمنى في لبنان الوحدة بمعناها الرومانطيكي خليها جنوب هلأ اليوم خلينا نحكي بالعقل اليوم بالعقل في فريق حاسس على حاله مهزوم ترغم اللي عم بيصير اليوم بجنوب هيدا الشيء لازم بالداخل يترجم لمجهود كبير لمنع حصول احتكاكات ولمنع الانزلاق إلى حرب داخلية لأنه سبق هالشيء يعني سبق في حوادي السار ما بدي يعد مؤلم جدا فريق بيحسة حاله خسران مضغوط أو اي بيرجع بيقلوك لما نقول خسران ليشان هيك اليوم لا وقت الشماتي ولا وقت الحسابات الحسابات تجي بعدين وقت المنروء منتحيسب بس هلأ طالما نحنا تحت الضغط المحاسبة وانا اللي قاله الشيخ سامج ميل مية من المية بأيدو ولازم هالشيء هيدا كلنا نشتغل عليه وندعي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي هل 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 تفريغ تفريغ الانتقامات تفريغ الأحقاد هلأ بلا هذي مفروض ينعملوا على راس بارد لأنه الحقد بولد حقد والحقد بيدمر صاحبه وبالتالي هذا اللي لازم نشتغل تاني شيء فيه عندنا معالم نحنا عندنا دستور عندنا قانون عندنا قوانين بلنا نرجع لهم عندنا أسرة دولية نحنا مننتمي لقلق قرارات دولية حاش بقى نستهزئ فيهم ساعة باللون وشربوا ميتهم طيب لو بليناهن وشربنا ميتهم وطلعنا شيء عال بس أنه بالنتيجة شو قلنا مخرج من هالأزمة وعم بحكي مع حزب الله بالزيت شو عنده مخرج غير القراءة سببتاش صفر واحد قرارات دولية الشرعية العربية الوحدة العربية التضامن العربي بالموقف الواحد ومقرارات جامع الدول العربية وتحييد لبنان هيدا كله اختصروا اللبنانيين بإعلان بعبدا عيام الرئيس سليمان سنة الـ 2012 ليش تحت ظهروا منه خلي يرجع عليا إعلان بعبدا في كل اللي اللي هم ينحكي عنه وبالتالي بوقتها يعني وبالتالي يرجع عليا بس لأنه بوقتها اللي مضي عليا يطلعوا منه اللي وفق عليا يطلعوا منه فما عندي شي يزيدوا أكتر من هيك دكتور يعني عم نشوف بالمشهد حتى عم بيقولوا أنه اليوم كان بارح بالمشهد عين التيني كان فيه تغيب للشخصية المسيحية هي تمثل المسيحيين البعض يقول لماذا المسيحيين كلهم انتفقوا مع بعض وفعلا شفنا تنقي الشيعي نموذج عن اليد الواحدة مع كل الخلافات ما ويظهروها للعلن ومنعرف قد يكون فيه مشاكل بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل بالسابقين كلها الرئيس بري وسيد ناصر الله كانوا يقدروا يضبطوها اليوم المكون المسيحي كان عنده فرصة انه يكون كله يد واحدة لا يقدر اليوم يمكن كان قدري اقول لهم انا بدي رئيس جمهورية انا بفرده يعني اليوم لو كانوا المسيحيين هن يد واحدة بمجلس النواب كانوا قدروا عندهم اكترية وكانوا قدروا انتخبوا هم رئيس الجمهورية يعني بفتكر القيادات السياسية المسيحية في عندها إلى حد ما نوع من الوحدي يعني حتى نحن لما بموضوع الرئيس الجمهورية كان فيه إلى حد ما يعني نوع من الوحدي اللي صحيحي حول موضوع انتخاب الرئيس وحتى كان فيه توافق على مرشح في لحظة ما الموضوع بفتكر انا بالسياسة يعتمد اكتر على نحن بلبنان يعني اول شي نحن نظام ديمقراطي توافق بين هلالين وهذه الديمقراطية هي افضل ما بالضرورة ان تكون يعني كل الاحزاب بطائفة معينة موحدة نحن ما هذا الموضوع بفتكر انا كل حزب وكل طائفة ممكن يكون عندها عشرين حزب وممكن يختلفوا فيما بينهم ولكن الاهم انهم يتعاملوا تحت سقف القانون ان الحياة الدستورية تنفذ كما هي يعني لما يكون في يوم لانتخاب رئيس جمهوري ينزل يفتحوا المجلس وينزل مين ما بدوا يربح يربح مش انه بيصير عنا هلأ نوع من الشروط على تنفيذ او لك بعد بكل بظلمة نحن به بدن نرجع نسمع بشروط وبدن نرجع نسمع بعرفي حتى هلأ في شروط انه رئيس توافقي لا يريد يكون ترقل ينظر النو ينطق ونحنا ما في عنا شيء بالدستور يقول لازم يكون رئيس توافقي يعني انا اكيد هو افضل انتفق وبعدين ننزل على الانتخابات يعني انتخاب رئيس سليمان كان سابقة بعد الدوحة بعد اتفاق الدوحة انه اتفقوا عليه وسمو وثم راح صار البرلمان اللبناني مجرد يعني هيك فلوكلور لا نحن هون ساعتا عم نخسر هذه القيمة المهمة اللي ما في دولة عربية اليوم عندها وكنا نحن نتغنى فيها وديمقراطيتنا انه يربح الرئيس بخمسين بواحدة وخمسين بالمئة بدل من تسعة وكنا دكتور كانت معلّب للأسف كان سوريا يتحكم بمن يطلع رئيس بعدين يطلع لك ما دائما كان الارار بإيدنا انا اليوم كتا ملاحظ شي انه حتى عنا المسؤولين ما بيعرف ويكون كلما من انتخب رئيس جمهورية بدنا كذا دولة تتفق وتمشي واليوم قدرين بكل عم بيصير انا اكيد انه بيقولوا للأمريكاني او لسعودي او حتى للإيراني انه نحن متفقين على اسم محد حيقلهم لا ما تسموه محد حيقلهم انه اليوم اذا اتفقوا كلهم يخترعوا اسم منبر الاسم بدوا بعيد بتليفونات بيقولوا كيف الوضع بيقولوا حكيني بعد سنة حكيني بعد سنة النعب واليد زملاط متشائم ويعتبر انه من سنة او سنتين هلأ باخر تصريح سخصية مميزة جدا والهاجس تبعه من وقت ما بلشت هذه الحرب هي تفادي الصدمات الداخلية هيدا الهاجس الاساسي تبعه في كتير ناس فهموا عليا في ناس فهموا لي غلط وفي ناس ما فهموا ومجد الأستاذ أبو فعور والعند الشيخ سامي دليل على انه شاف انه هالسورة تبعين بيريح خلقت حساسي انا شخصيا انا شخصيا ما خلقتلي ولا حساسي لي ولا واحد لانه هيدا موضوع سخيف بلطعم طالما ما يحكوا باشي كلنا بدنا إياها انه ضروري روح تصور أنا ويون يعني عم بحكي عم بحكي بكل موضوعية انه بس تهكي للمشهدية ولواحد يحس حاله انه طالما منه موجود يعني هو معطري طالما عم بيحكوا بتطبيق 1701 بوقف طلق النار ان شاء الله يكون لوسيفوروس عم بيحكي أهلا وسهلا فيه طالما هذا لي بدنا وبالتالي أنا لم استفز بهذه الصورة وبالتالي تنرجع للأستاذ وليد بقتيد أكتر واحد عنده قراءة صحيحة للوضع نظرا لخبرته ونظرا للاتصالات اللي عنده إياها ودايما الهاجس الحفاظ على الدولة اللبنانية والحفاظ على السلم الأهلي والحفاظ على حدود لبنان الحالية هذه أمور يعني مش عم بحكيك إياها عن تقدير عم بحكيك عن معرفة يعني عنده هاجس إنه الشرق لوين رايح وما بدنا نروح بالجروف هي بدنا نحافظ على لبنان متل ما هو حيطول يعني برأيك أنت سنة البلد بيتحمل سنة هلأ لشي بإيدي أو بإيدي أو بإيدي ما بتحمل بس إنه نحن ممكن هلقاد تطول لازم عم نتعامل مع واقع أليم بس مفروض نتعامل معه بعقلينية وبالشكل أنه نطلع صاغ سليمين بالآخر بيانات متتالية لحزب الله قبل دكتور ما رجع لإلك بيانات متتالية لحزب الله بتقول أنه كمان استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لجنود العدو بمنطقة الثغرة بعتقد أو الثغرة ما بعرف خراج بلدة العديسة يعني كمان هني موجودين على خراج بلدة العديسة هيده بصلية صاروخية ولكن في الآن بيان آخر بيقول أنه بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة بمارون الرأس ويرون منذ ساعات الفجر حتى الآن أربع عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو وشفنا أنه في نوع من نفس مشهد مباري حم بيكررون عن بيحاول ينقلوا الجرحة والقتلة عبر مروحيات في عندي ملاحظة الجيش اللبناني قبل الخمسة وسبعين في كمين إصابة كانت يشتغل كانت العبوات تنزرع مش بس يفوتوا الإسرائيلية تنزرع قبل بسنين وتتحدر لا يعني مش إنه بساعتها هؤل العبوات مزرعين أكيد قبل أكيد قبل بسنين أو بأشهر هذا الجيش كان يشتغل كان يزرع عبوات لعرق التقدم الإسرائيلي المحتمل يقوم برميات تأخرية والديبلوماسية تشتغل الفرق إنه العبوات لواحدة عم تشتغل والديبلوماسية لا مبارح دكتور بمجلس الأمن سفيرنا هادي الهاشم كان موقف مختلف وكان موقف مميز إذا بدنا نقول هو قال إنه نحنا ما بدنا نكون علقانين بين الإسرائيلي من جهة ومطامع الناس بالمنطقة من جهة أخرى طبعا كان يقصد إيران وهو قال نحن مستعدون لتنفيذ 17-01 عم يتغير الخطاب اللبناني وخاصة بالأمم المتحدة بلشنا نشوف نفس غير يعني اليوم من الأمم المتحدة اللبناني عم يقول ما بد الإيراني يكون مطامعه بالمنطقة حسابة هذا اللي كنا عم نقوله أنه البترك الراعي طرح تحييد لبنان وجعله خارج نطاق الاستفافات الدولية والإقليمية أكيد هو هجم بشكل شرس يعني بفترتها والآن يعني نرجع الدولة اللبنانية تعطنق روايدا روايدا هذا الموقف إن كان من 17-01 تطبيقه بحزافيره يلي عم يأخذ كمان من رئيس بري مباركته هذا كمان بيعطيه زخم لهذا القرار نحن أساسا هلأ خيارات حتى حزب الله ما عنده خيارات حزب الله اليوم بده التقاط أنفاسه كمان يعني ما فيه يستمر بهذه المعركة بشكل مفتوح وخاصة أنه مكشوف لو ما مكشوف يعني ممكن يستمر يعني 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 ماعد هو بوضع 2006 2006 كان السيد نصر الله يقول للبنانيين اصبروا بهذه المعركة وستجدون يعني نتائج غير النتائج اللي عم تشوفوها على الأرض وكانت الخسارة الحزب الله بوقتها ما خسائر كبيرة قيادات أو أسلحة الشهداء بشهر يعني صار بيومين أو ثلاثة عدد شهداء المدنيين نتعامل مع موضوع تجسسة مع حرب جسوسية تكنولوجية لم يكن الحزب الله مهيئ له وهو لذلك مكشوف ونتيجة إنكيش قيفه ونتيجة خسائره الكبيرة على السعيد القيادي وغيره هو بحاجة لالتقاط أنفسه بحاجة أنه يعيد تموضعه يعيد قراءته للواقع السياسي بحاجة أنه يحكي مع اللبنانيين أنه أنا كنت عم بنصر غزة هلأ صار بد من ينصرني يعني كمان هذا موضوع بحاجة لحزب الله يشرحه لللبنانيين أنه ماذا فعلنا لذلك بفتكر أنه أي خطوة إلى الوراء اليوم حتى من قبل حزب الله لا تعني بالضرورة هزيمته بالعكس يمكن تعطيه فرصة لإعادة التقاط أنفاسه ولذلك اليوم نحس أنه في نقطة تحول الدولة اللبنانية تستطيع اليوم تطرح من أول وجديد انتخاب رئيس مش بالضرورة مع طرف أو آخر وعم تطرح مثل ما تفضلت وقلت أنه ما بدنا نكون مع محور ولا مع إسرائيل كنت عم تحكي عن البترك أنه بيقول الحياد في جملة قال وطننا لبنان ولن نستعيد شبرا من فلسطين وسنتحول إلى لاجئين إن لم نجعل لبنان في دائرة الحياد هذا من الثمانيونيات قالها الإمام المغيب موسى الصدر على أمل أنه نوصل لهذا الحياد الذي يتم الحديث عنه أريد أن أسألك سؤال جنرال لم أعرف إذا عندك معطيات لم أحد عنده معطيات ولكن اليوم السؤال الأبرز يكون السيد حسن نصر الله الذي لم يشيع حتى الساعة يقال طبعا بطبيعة الحال أسباب أمنية حكينا أكتر عن هذه الأسباب الأمنية هل يتوقع حزب الله أنه يتم ضرب هذه الجنازة أكيد مش مش ضرب الجنازة جنازة أكيد لا ما بتندرب بس منو المسؤول اللي بيشترجي روح يحضر أو اللي منو النايب من حزب الله أو المسؤول من حزب الله يعملوها شعبي وما يكونوا ما بتزبط ما بعتقد أنه بدون يكرموه مش معقول يعملوه جنازة فقط شعبية وبعدين حيالة الشخصية بدأت تنعزم على الدفن رح تروح وين رح تنعمل ما فيشي منطقة اللي ما بتندرب لا أمنيا بعتقد هذا شي طبيعي يعني عمان لا عجب بهذا الموضوع أبدا الموضوع يتعلق ليس فقط بالجنازة أنه تضرب إسرائيل وبهاي الحجم معقولتان معقولتان لما بكونوا حاطين هالرؤية للإغتيالات وحاطين ليحة بالشخصيات اللي بدون يشيلوها أي واحد منهم بيبرز بدون ما رح يترددوا يعني أنا رح أقلك شغلي وقت اللي تم اغتيال محمد الضيف والأرجح أنه تم اغتياله مع أنه حماس عم تنفي هني بالنظام الذكاء الاسطناعي اللي بيستعملوه للإغتيالات بيحطوا سقف أنه إذا هالهدف في حوليه عشر خمستاش عشرين مدني شيلوه ويهون وقت محمد الضيف شيلوا السقف راح سبعين واحد وقت اللي فاتوا خلصوا الرهين أربع رهين أتلوا مئة واحد تخلصوا أربع رهين وأتلوا مدنية مقالونا عليها وابتلي لا لا هذا موضوع هذا موضوع دقيق يعني ما للمواحد يتكل على حسن النواية بهيك شغلي يعني يعني الحذر في محاولة إسرائيل بإهانة كل ما يرتبط بحزب الله يعني وهذا ممكن يتم لأنه شفنا مثلا لما كان عم يحكي السيد بالماضي يتوم إسرائيل تعمل جدار صوت حتى شفنا بعض الجنايز تفجير للأسلكة جنايز بعد شهد حزب الله يعني كمان ما بدك تعملي جنايز ويصير فيها فوضى أو يعني شغل كتير معقد يعني مش هيا نقوم بجنايز نصير 15 جنايز شبدا صحيح لكن الجميع ينتظر يعني محببو السيد نصر الله في ناس بتقول لك أنا ما حسدق إنه الساشد إلا ما شوف عم منشايعه هل هايدي ظاهرة طبعا باعرف باعرف طبيعات رئيس بشير جميل نفس الشي في ناس ما بدون يصدقوا بيوم دي هيدا شي بالسيكل وشو يعني أنه زعين بهذا الحجم بهذه الهيبة عتدنا يعني حتى الناس اللي هي ضد حزب الله بتقول أنه معودينا عليه نحنا على عشاشتنا بمنازلنا يعني حتى بالحرب مع إسرائيل حتى الناس اللي هي منع مع حزب الله كانت تستقوي بسيد نصر الله كانت تقول أنه خلص استعلم السيد موجود تتلع به عم تحكي عن شخصية فزة لم يسبق لها مسيل بالمعنى الشعبي للكلمة قدرته على تجهيش الناس سيد نصر الله كان يحكي على التلفزيون يحضروا ما يقرب مليار إنسان على الكرة الأرضية لا ما بيتسمعوا للإمام الخامنئي هل قد ناس يعني شخص بهذه الأهمية كان عنده قدرات هائلة بإقناع الناس وإقناع حتى الطرف الآخر يعني كان نحن نتذكر السيد نصر الله كان قادر أنه يجيب المسيحيين إلى صفه اللي هو بنفس الوقت بإيمانه بيعتبرهم ملة وأهل زمة جابهم وحليهم يحاربوا معه يقفوا معه يعملوا تفاهمات النوية فهذا الشخص كان عنده إرادة هائلة كبرى بالتأثير على المجتمع بالسياسي وبالاجتماع وبالسيكولوجيا فلذلك يعني أكيد خسارته راح تكون خسارة كبرى مش بس لحزب الله بس لكل هذه المحور الذي كان يمثله وأكيد يعني اليوم التحضيرات لجناسته بدأت أخذ بعين الاعتبارات هذه الأهمية اللي كان يتركها وتقدر أن تقوم بهذه المراسم على كامل يعني الطريق بدأت شكرا جوفي على هذا الحوار الراقي اليوم كالعادة معكم دائما بدنا نتابع هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان والذي لم يتوقف طوال النهار كل الليل كل النهار للأسف عم يكون في عدوان على المناطق اللبنانية زميلي رالف دومت راح يكون معنا بعد قليل مع النائب فراس حمدان المشاهدين ابقوا معنا لهذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان